شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكا والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا في الحلقة الماضية يدور حول الارتباط المباشر بالإمام الغائب المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجح ومحهدنا لهذا البحث بمقدمتين وأما في هذه الليلة والليالي القادمة فنبدأ بإذن الله تعالى بالخوض في غماره أصل المبحث ونتحدث إن شاء الله تعالى حول هذا الموضوع ضمن فصول ستة الفصل الأول والثاني يتعلقان بالارتباط المباشر بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجح قبل عهد الغيبة الصغرى وفي أثناء الغيبة الصغرى الفترة الأولى بدأت من ولادة الإمام المهدي صلوات الله عليه عام ميتين وخمسة وخمسين هجرية وانتهت بشهادة الامام الحادي صلوات الله عليه في عام ميتين وستين هجرية الفترة الثانية التي تمثل عهد الغيبة الصغرى بدأت في عام ميتين وستين هجرية وانتهت بوفاة السفير الرابع في عام ثلاثمية وتسعة وعشرين هجرية هذه الفترة يقال لها عهد الغيبة الصغرى هل كان هناك ارتباط مباشر بين الأمة وبين الإمام المهدي صلوات الله عليه في هاتين الفترتين وهل هناك أحد التقى بالإمام قبل عهد الغيبة الصغرى أو في أثناء الغيبة الصغرى قبل أن نجيب على هذا السؤال لا بس أن نشير إلى نقطة مهمة وهذه النقطة هي أن الظروف الاجتماعية والسياسية التي كانت حاكمة آنذاك كانت الظروف ضاغطة على أهل البيت وعلى أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين الظروف لم تكن ظروفا طبيعية مستقرة وإنما كانت ظروفا ضاغطة الحكومات المتتابعة الحكومات الأموية الحكومات العباسية الذين تقدموهم الذين تأخروا عنهم هؤلاء لم يحاولوا فقط تهميش أهل البيت وإقصاء أهل البيت صلوات الله عليه وإنما كانوا يطاردونهم ويحاولون محوهم من الوجود القضاء الكل على أهل البيت وعلى أتباع أهل البيت لماذا؟ لماذا كانت السلطات دائما تتخذ هذا الموقف من أهل البيت البحث في هذا المجال طويل ولكن أكتفي بالإشارة إلى نقطتين النقطة الأولى أهل البيت صلوات الله عليهم يمثلون الحق والحكومات المتعاقبة كانت تمثل الباطل هل يمكن للباطل أن يتحمل وجود الحق؟ كلا أهل البيت كانوا يمثلون العدل والحكومات المتعاقبة كانت تمثل الظلم أهل البيت كانوا يمثلون التبتل العباد والحكومات المتعاقبة كانت تمثل التهتك أهل البيت كانوا يمثلون الطهر والحكومات المتعاقبة كانت تمثل التلوث أهل البيت كانوا يمثلون الورع والحكومات المتعاقبة كانت تمثل الفسق الجامع لكل هذه أن أهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يمثلون الحق والحكومات المتعاقبة كانت تمثل الباطل هذا مو إدعاء ندعيه لا هذه حقيقة واضحة أك واحد قبل فترة انتمى إلى مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم وكان في خط آخر كان بعيد عن أهل البيت وعندما سئل لماذا اخترت مذهب أهل البيت كثير من العلماء من المفكرين من المثقفين اختاروا مذهب أهل البيت قيل لهذا الرجل لماذا اخترت مذهب أهل البيت قال لأني طالعت كتاباً واحداً في التاريخ كتاب واحد كتاباً مختصر يمكن 400 صفحة تاريخ واحد يطالعه هذا خط أهل البيت وهذا خط الأمويين والعباسيين ومن تقدمهم ومن لحقهم من الحكومات الظالمة أنا من التاريخ ما يحتاج إلى حديث الغدير وغيره من الأحاديث ذاك طريق لإثبات الحق من التاريخ اقرأ هذا التاريخ واقرأ ذلك التاريخ شو هذا يشدك هذا الخط أو ذاك الخط هو الذي يشدك امرأة قبل ليالي واحد نقل من العلماء أن امرأة في إحدى الجامعات الغربية اعلنت انتماءها إلى أهل البيت وهي امرأة كافرة فقيل لها لماذا أسلمتي قالت لأني وجدت الحق في الإسلام قيل لها لماذا اخترتي مذهب أهل البيت قالت في الواقع أنا لم أعاشر أي واحد من المسلمين أنا في عمري ما شايف واحد من المسلمين يعني ما قاعدوية ما باحثوية أنا من الكتب الكتب المكتوبة توصلت إلى حقانية مذهب أهل البيت واحد إذا يقرأ التاريخ أي تاريخ ما يحتاج يقرأ التاريخ أتباع أهل البيت ما يحتاج يقرأ الكتب التي كتبها أتباع أهل البيت حتى يقرأ الكتب التي كتبها الآخرون خط أهل البيت واضح فلله الحجة البالغة فأهل البيت صلوات الله عليهم كانوا يمثلون الحق بكل معانيه والحكومات المتعاقبة كانت تمثل الباطل بكل معانيه الباطل ما يتحمل وجود الحق الظلام ما يتحمل وجود النور قابيل ما يتحمل وجود هابيل فرعون ما يتحمل وجود موسى نمرود ما يتحمل وجود إبراهيم ولذلك هذه الحكومات المتعاقبة حاولت إقصاء أهل البيت وإبادتهم حتى منهم ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا ذنبهم أنهم يمثلون الحق هذا هو وإلا موسى الكليم شنو ذنبه فرعون لماذا قال ذروني أقتل موسى وليدعو ربه شنو ذنب موسى لأنه يمثل الحق هذا الجانب الأول في الإجابة على هذا السؤال الجانب الثاني ودققوا في هذا الجانب أهل البيت صلوات الله عليهم كان لهم رصيد كبير في الأمة الأمة عموما الأمة منشدة إلى أهل البيت تحب أهل البيت تعشق أهل البيت إذا صحت تعبير هذا الانشداد من قبل 1400 عام إلى هذا اليوم أنتوا الآن روحوا إلى كربلاء شوفوا أن الناس ماذا يصنعون شايفين واحد يروح إلى قبر المتوكل شايفين واحد يبكي على المعتمد شايفين واحد يروح إلى قبر الوليد أو هشام ابن عبد الملك أو ما أشبه ذلك إلا إذا واحد يروح للتفرج مو أكثر من هذا أكو واحد من الأمة ينشد إلى الوليد أو هشام أما روحوا إلى كربلاء شوفوا الملايين كيف تتفانى في حب الإمام الحسين صلوات الله عليه روحوا إلى النجف الأشرف لاحظوا كيف لاحظوا كيف أن الملايين يقصدون علي صلوات الله عليه روحوا إلى الشام مرقد السيدة رقيه صلوات الله عليه الطفل الصغير روحوا إلى حلب مشهد النقطة يقال أن النقطة من دمه رأسه سيد الشهداء قطرت على صخرة هناك بني مشهد المؤمنون من شرق الدنيا وغربها يقصدون مشهد النقطة وهذا المشهد إذا ترحون إلى إلف الروحانية عجيبة وصفاء عجيب واحد يشعر بحالة أخرى في مشهد النقطة مشهد السقط في جبال سوريا سقط الناس يقصدونه ويصعدون الجبال روحوا إلى القاهرة شوفوا الناس من الشيعة وغيرهم ماذا يصنعون بمراقد أهل البيت حب عجيب قبل يمكن ثلاث ليالي كم ليلة قبل أحد الإخوة نقل لي أن أستاذا مرموقا في إحدى جامعات الغرب وذكرها الجامعة أستاذ كبير مشهور له موقع متميز وعضو هذا الرجل في محطة فضائية محطة فضائية مهمة في الدنيا هذا الرجل الكبير ترك منصبه ومقامه وموقعه تدرون ليش وجاء إلى مشهد المشرف وارتدى ثياب الخدم حتى يكون خادما من خدام مشهد الإمام الرضا صلوات الله خادم يعني يلبس ملابس الخدم ويعمل كما يعمل الخدم شوفوا هذا الحب بعد 1400 عام بعض التجار الكبار في بعض البلاد في كل أسبوع مرة أو كل شهر مرة يتركون بلدهم يركب الطائرة يجي إلى مشهد ويلبس ملابس الخدم ويفتخر بخدمة مشهد الإمام الرضا صلوات الله عليه يعني مثلا يقدم الأحذية للزائرين يفتخر بذلك شوفوا هذا الحب أنا رأيت أحد العلماء قبل فترة في مشهد عالم إلى موقع في بلدي قال أنا كل شهر مرة أو أكثر الآن ما أذكر العدد أركب الطائرة من بلدي وأجي إلى مشهد وألبس ملابس الخدم وأخدم في حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه قلت لكم مرة الآن أجيت إلى مشهد أظن قال لي ثلاثمية وكذا مرة يفتخرون بأن يكونوا خدم في روضة أئمة أهل البيت مو افتخار هذا افتخار واحد يكون خادم لخادم أهل البيت يعني مفخر واحد يكون خادم لقنبر الذي هو خادم لأمير المؤمنين صلوات الله عليه شوفوا هذا الحب بعد 1400 عام الأمة تحب أهل البيت وتكره الحكومات الحكومات الأموية الحكومات العباسية يكرهونهم يبغضونهم يلعنونهم كما أمر القرآن الكريم هؤلاء الحكوم لا يتحملون هذا الواقع فماذا كانوا يفعلون كانوا يطاردون أهل البيت يهمشون أهل البيت يضيقون الخناق على أهل البيت يسجنون أهل البيت حتى الإمام الرضا صلوات الله المأمون سجنه فترة من الزمان يعني سجن ولي العهد ولي عهد الذي عينه وليا للعهد سجنه فترة وقطع ارتباطه بالناس شوفوا التواريخ الإمام الرضا مد كان معتقل مسجون قتلوهم سموهم شتتوهم في بقاع الآر بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين وأرض طوس وسامر وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين هذه اللمحة عن الأجواء التي كانت حاكمة قبل عهد الغيبة الصهرة وفي أثناء الغيبة الصهرة يعني من عام ميتين وخمسة وخمسين للهجرة إلى عام ثلاثمية وتسعة وعشرين للهجرة هذه اللمحة المعتضة حاول اغتيال الإمام الحجة صلوات الله عليه راجعوا التاريخ مرة بعثت جيشا جيش لإغتيال الإمام الحجة في داره وهجم الجند على الدار اقروا القضية في التواريخ وكتب الأخبار هو هذا المعتضد الخليفة العباسي الذي يدعي أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله مرة من المرات بعث ثلاثة من خواصه قال روحوا إلى سامراء في المحلة الفلانية في البيت الفلاني الكذائي بالعلامات الكذائية ادخلوا البيت كل واحد كان بالبيت قتلوا أي واحد كان وبعثهم متفرقين أيضا يعني حتى لا يعرفوا الإمام الحجة صلوات الله عليه في عهد الغيبة الصغرية وقبل عهد الغيبة الصغرية كان يعيش هذه الظروف وهذه الأوضاع نعود إلى السؤال هل هناك شخص رأى الإمام الحج صلوات الله عليه قبل عهد الغيبة الصغرية وفي أثناء الغيبة الصغرية الجواب على ذلك نعم قبل عهد الغيبة الصغرى هناك أفراد رأوا الإمام في عهد الغيبة الصغرى هناك أفراد رأوا الإمام الروايات في هذا الباب كثيرة وإذا حبيتوا تراجعون راجعوا كتاب الكافي هذا كتاب مرآة العقول متن الكافي وشرح العلامة المجلسي رحمة الله عليه المجلد الرابع الرابع من صفحة خمسة في هذا الكتاب إلى صفحة خمسطعش باب في تسمية من رآه عليه السلام تعلمون أن الكليني كان يعيش في عهد الغيبة الصغرى والكليني مات قبل وفاة السفير الرابع يعني السفير الرابع للإمام الحج صلوات الله عليه مات في عام ثلاثمية وتسعة وعشرين الكليني مات قبله بعام واحد ثلاثمية وثمانية وعشرين باب في تسمية من رآه عليه السلام ينقل في هذا الباب خمسطعش رواية في كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق رحمة الله عليه الذي ولد بدعاء الإمام الحج صلوات الله عليه الشيخ الصدوق في كتابه كمال الدين من صفحة من هاي الطبعة صفحة ثلاثمية وتسعة وتسعين عند باب باب أربعة وأربعين ذكره من شاهد المهدي صلوات الله عليه باسمه الآخر الذي يقام لأجله ذكر من شاهد المهدي عليه السلام ورآه وكلمه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه وهو من أكابر علمائنا في كتابه الغيبة صفحة ميتين وثلاث وخمسين الفاصل الثالث يذكر يذكر الذين شاهدوا الإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه الروايح الروايات البحارم أيضا يحتوي على روايات كثيرة الروايات في هذا المجال الذين شاهدوا الإمام صلوات الله عليه في عهد الغيبة الصغرى وقبل عهد الغيبة الصغرى الآن مو كلامنا في الغيبة الكبرى بحث الغيبة الكبرى إن شاء الله بعدين يجي الروايات كثيرة ومتواترة بالتواتر الإجمالي بل التواتر المعنوي تواتر يعني عدد يورث القاطع يعني شنو من كثرته يورث القاطع واليقين الآن إذا واحد يجي دخل وقال إن فلانا عاد من السفار هذا خبر واحد إذا الثاني يجي إذا الثالث يجي يصير خبر مستفيد إذا رابع يجي خامس يجي عاشر يجي الحادي عشر يجي وكثرت هؤلاء المخبرين أورثت لكم اليقين القاطع هذا الخبر يقال له خبر متواتر التواتر كما لعلكم قرأتم ينقسم إلى ثلاثة أقسام تواتر لفظي ومعنوي وإجمالي هذه الروايات متواترة بالتواتر الإجمالي بل بالتواتر المعنوي ولكننا نكتفي بقراءة روايتين عن الذين تشرفوا باللقاء المباشر بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجح وأكو بعض الأفراد مولعين بالأسناد أسناد الروايات كل رواية يقولون شنو سند هذه الرواية الحقيقة مع التواتر بعد ما نحتاج إلى سند ومع ذلك هذه الروايات فيها روايات معتبرة أنا أكتفي بقراءة روايتين أن تدققوا في أسناد هاتين الروايتين الرواية الأولى مرآة العقول المجلد الرابع صفحة خمسة الحديث الأول سند الرواية هكذا الكليني مؤلف الكافي رحمة الله عليه فوق أن يوثق ينقل هذه الرواية عن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا يعني الكليني سامع هذه الرواية من محمد بن عبد الله ومن محمد بن يحيى محمد بن عبد الله لا يبعد كونه محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري الذي هو ثقة ومن الأجل ولكن يكفينا وجود محمد بن يحيى محمد بن يحيى العطار الأشعري ثقة جليل فإذا الكليني عن محمد بن يحيى فإذا حتى فرضنا فإذا فرضنا المروية فإذا فرضنا المروية عن الثاني ما عرفناه يعني الكليني له طريقان أحد الطريقين معتبر قطعا عن محمد بن يحيى عن عبد الله ابن جعفر الحميري عبد الله ابن جعفر الحميري من أعاظم الطائفة وشيوخ الطائفة النجاشي قال في حقه شيخ القميين ووجهه والشيخ الطوسي وثقه فإذا الحميري من الثقات الأجلاء قال من قال عبد الله ابن جعفر الحميري الكليني عن محمد بن يحيى الأشعري القمي عن عبد الله ابن جعفر الحميري قال إجتمعته أنا يعني الحميري والشيخ أبو عامر رحمه الله عند أحمد بن إسحاق الشيخ أبو عامر من هو رجل رجل له مقام عظيم عند الطائفة وهو النائب الأول للإمام الحجة يعني عثمان بن سعيد النائب الأول أحمد بن إسحاق أحمد بن إسحاق شيخ القميين جليل القدر ووافد القميين الحميري مع النائب الأول للإمام الحجة صلوات الله عليه صلوات الله عليه عثمان بن سعيد اجتمع عد منه عد شيخ القميين وهو أحمد بن إسحاق فغمزني أحمد بن إسحاق يعني أشار إليه بعينه مثلا الغامز يطلق على الإشارة بالعين أو الحاجب ويطلق أيضا على عصر الياد فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلاف يعني أحمد بن إسحاق قال للحميري اسأل عثمان بن سعيد عن الإمام الحجة صلوات الله عليه فقلت له من فقلت له من يقول قلت الحميري له لمن لعثمان بن سعيد أبي عامر فقلت له يا أبا عامر إني أريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجة دائما أكو هناك حجة إذا ما أكو هناك حجة فوق الأرض لساخة الأرض بأهلها هذا في روايات متعددة أكو هناك مقطع الآن ما علينا فيه ولكنني أحببت أن أزداد يقينة إحنا عندنا بعض الحقائق العلماء يطلقون عليها الحقائق التشكيكية الحقائق التشكيكية يعني الحقائق اللي لها مراتب مراتبا غنا وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف النور النور يعني شنو شيء ظاهر بنفسه مظهر لغيره مو هالشكل النور له مرتبة واحدة لو إلى مراتب النور إلى مراتب انتو أشعلوا عودة كبريت هذا النور في أطراف هذا العود هذا نور نور هذه الشمعة أيضا نور ولكن مرتبة أعلى من النور نور الشمس مرتبة أخرى من النور إذن هذه كلها مراتب النور نور الكبريت المشتعل ونور الشمس هاي أنوار وبينهما ما لا يحصى من المراتب مراتبا غنا وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف وضعف اليقين أيضا من الحقائق التشكيكية يعني له مراتب انتو يمكن عدكم يقين بشيء أي شك ما عدكم البراهين العقلية قادتكم إلى الإيمان بتلك الحقيقة ولكن هذا اليقين ولو ما في احتمال الخلاف قابل للشد كيف يشتد هذا اليقين بل بالمشاهد بالرؤية أكفت بحث مطول لأنه احنا عدنا حالة حسية احنا نألف الأشياء الحسية يمكن واحد عنده برهان عقلي قاطع على حقيقة من الحقائق البرهان العقلي يقودكم إلى اليقين ولكن تحبون تشوفوا الرؤية المباشرة العلماء في محله يقولون احنا عدنا علم اليقين علم اليقين علم انكشاف للواقعية ولكن فوق علم اليقين شنو حق اليقين فوق حق اليقين شنو عين اليقين هاي مراتب الآن اجيب لكم فدمثال واضح انتوا عدكم شك في كرامات اهل البيت صلوات الله عليهم عدكم شك احنا ما عدنا شك مئات بل ألوف القضايا نقلت حول كرامات اهل البيت ولكن فدمرة انتوا قاعدين في الحرام اتشوفون كرامة بأعينكم يعني فد واحد مشلول تعرفوا من عشرين عام مشلول هذا اجي ومسك شباك الامام الرضا صلوات الله عليه واذا به يقوم ويركض هذه القضية اتفقت في مشهد انه واحد كان مشلول مدد 18 عام اشقاد فاجي وتوسل بالامام الرضا صلوات الله عليه واذا به يقوم الناس عندما عرفوا هذه الكرامة هجموا علي حتى يتبركون بشنو بثوبة تبرك او ما اشبه ذلك واذا به شاف الناس هجموا علي يركض انتو عدكم اطمينان عدكم يقين ما عدكم شك في كرامات النبي الاعظام صلى الله عليه وآله واهل بيته ولكن اذا شفتوا بعينكم يقينكم يقوى الان الحميري يقول للنائب الاول انا ما عندي شك الروايات الادلة العقلية الادلة النقلية واضحة ان الارض لا تخلو من حجة انا متيقن في ذلك ولكن اريد ايضا ان اصل الى الحقيقة عن الطريق الحسي يا ابا عامر اني اريد ان اسألك عن شيء وما انا بشاكن في ما اريد ان اسألك عنه حديث الايمة الاثنى عشر يكفينا هذا الشيء اللي اربك كل الطوائف يعني شنو الايمة بعد اثنى عشر هذا بالبخاري موجود في مسلم موجود في صحاحهم موجودة يعني الى الان ضايخين يعني شنو هذا الحديث ما يتمكن اسألوا علماهم يعني شنو حديث الايمة الاثنى عشر كل واحد يجيبكم بجواب والعجيب ان حديث الايمة الاثنى عشر مكتوب في كتبهم قبل وجود الامام الحج صلوات الله عليه يعني متقدم تاريخيا على عهد الامام الحج شك ما عندنا يقين اذا احنا ما كان عندنا الا حديث الايمة بعد اثنى عشر لكفانا في اثبات وجود المهدي المنتب عجل الله تعالى فرج شك ما كو الارض لا تخلو من حج وان من امة الا خلا فيها نذير انما انت منذر ولكل قوم هاد شك ما عندي ولكن اريد ان اضيف طريق اخر فان اعتقادي وديني هذا من ادا يقول الحمير عبدالله بن جعفر الحمير فان اعتقادي وديني ان الارض لا تخلو من حج كذا فادمقطع الان نحذف ولكن احببت ان ازداد يقين يقين اقوى مرتبة اعلى من اليقين وان ابراهيم عليه السلام سأل ربه عز وجل ان يريه كيف يحيي الموتى واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وقد اخبرني ابو علي احمد ابن اسحاق هذا احمد ابن اسحاق الاشعري العقم اخبرني عن ابو الحسن عليه السلام ابو الحسن يعني الامام الهادي قال قال سألته وقلت من اعامل او عن من اخذ وقول من اقبل فقال له الامام الهادي يقول لمن لأحمد ابن اسحاق العمري ثقتي العمري هو هذا ابو عمر عثمان ابن سعيد السفير الاول هذا كان معتمد الامام الهادي ده يقول انت معتمد الامام الهادي انا اثق بكلامك العمري ثقتي شوفوا شلون مقام فما ادى اليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول فاسمع له واطع فانه الثقة المأمون هذا من هذا يقول الامام الهادي صلوات الله عليه يقول لأحمد ابن اسحاق عن من عن النائب الاول الذي هو العمري لأن النائب الاول عثمان بن سعيد كان في عهد الامام الهادي وكان ثقة الامام الهادي فانه الثقة المأمون شوفوا شلون مقام وأخبرني أبو علي أبو علي من أحمد بن اسحاق أنه سأل أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلك يعني شنو يعني بعد وفاة الامام الهادي صلوات الله عليه اللي العمري كان نائبه أبو عمر عثمان بن سعيد بعد وفاة الامام الهادي أحمد بن اسحاق يجي عند الامام الحادي عشر الامام العسكري يقول عن من آخذ وقول من أقبل وأخبرني أبو علي أنه سأل أبو محمد عليه السلام عن مثل ذلك يعني الامام العسكري فقال له من قال الامام الحادي عشر لأحمد بن اسحاق العمري وابنه ثقتان العمري يعني النائب الأول عثمان بن سعيد وابنه يعني محمد بن عثمان النائب الثاني العمري وابنه ثقتان فما أدي إليك عن فعني يؤديان وما قال لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان شوفوا أي مقام فهذا قوله إمامين قد مضيا فيك يا أبا عامر يا عثمان بن سعيد الإمام الهادي هالشكل قال في حقك الإمام العسكري هكذا قال في حقك قال فخر أبو عمر ساجدا وبكى أبو عمر يعني منه عثمان بن سعيد خر ساجدا وبكى ليش العلام المجلسي رحمه الله يقول إما للشكر السجود للشكر الذي يبلغ هذا المقام عند الإمام العاشر والإمام الحادي عشر وبكى البكاء ليش إما للسرور أيضا أحيانا يبتشي من السرور يقول العلام المجلسي رحمه الله والبكاء للسرور أو للحزن لفوت الإمامين عليهم السلام هذا كان بكاء الحزن وبتلك الطريقة الفجيعة التي قضى فيها الإمام الهادي صلوات الله عليه وبتلك الطريقة الفجيعة التي قضى فيها الإمام العسكري هذا الآن في أي عهد عهد الغيبة الصغرى يقول أنا اعتمد عليك أحمد بن إسحاق حدثني كيف أن الإمام الهادي صلوات الله عليه قال فإنه الثقة المام وأن الإمام الحادي عشر صلوات الله عليه كيف قال فيك وفي ابنك فإنهما الثقتان المأمونان العمري وابنه ثقتان فما أدي إليك عني فعني يؤديان وما قال لك عني فعني يقولان فاسمع لهما وأطع فإنهما الثقتان المأمونان هذه مقدمة الآن سؤالي بعد هذه المقدمة ثم قال سل حاجتك الآن شنو تريد تقول هذه كل مقدمة كانت الآن أيها الحميري شنو تريد فقلت له منه قال الحميري يقول للنائب الأول أنت رأيت الخلفة من بعد أبي محمد عليه السلام شفت الإمام الحج أنت بعينك فقال إي والله أنا رأيت الإمام الفج هذه الرواية صحيحة وصريحة ومن أوثق الرواية طبعا الحديث إلى التتم الآن أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكا والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر